المؤمنين اتعلموا الحياء من سيدنا أيوب إن هم ينسبوا الأذى إن ربنا بيأذي حد ربنا بيقول وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين رغم إن النفع والضر بيد الله لكننا أدباً مع الله ننسب الخير لربنا وأي أذية لا ننسبها إلى الله عز وجل أدباً ودي العبادة اللي عليها كنوز النهاردة الصبر على ألم الجسد واحد متألم بيقول آه لكنه ما بيشتكيش ربنا الحد ما بيقول الشفط ربنا عمل فيه إيه ما بيسيبش العبادة سخطاً أنا مش هصلي بقى تاني مدام ربنا عمل فيه كده ممكن يترك بعض العبادات لأنه عجز عنها كان بيعملها زمان لكنه لا يتركها سخطاً هذا الإنسان صابر على ألم الجسد وليه ثلاث كنوز في الدنيا وفي الآخر عند ربنا سبحانه وتعالى